الموضوع المرتبط بهذا الإجراء الذي قامت به الحكومة اليوم من خلال المرسوم المتعلق باستفاء رسوم الاستيراد على الأنابيب الفولادية هذا المشروع هو مشروع استراتيجي وكبير جدا وهو مشروع الذي يستهدف نقل المياه من الحوض السبول الذي يوجده نسبيا الوفرة إلى الحوض الابيرقرق الذي من خلاله سوف يتم تلبية الطلب على مستوى الرباط والدر البيضاء وفي شطر آخر ستكون مراكش في أفقنا في مستوى ثاني الكلفة هذه المشروع يستهد المليار الدرهم هذا هو الطريق السيارة الماء نقل الماء من حوض إلى حوض سوف يتم أخذ المياه من سد المنبع اللي هو سابو مشروع فيه مضختين نتعين 66.5 كيلومتر من الأنابيب فولادية بالقطرة 3200 مليمتر الصبيب هو حوالي 15 متر في الثانية تقدم الأشغال الأشغال الحفر 100% وضع الأنابيب 21% أشغال مضختين الأولى بلغة الأشغال 44% والمضخة الثانية 78% الموعد التعاقدي اللي متعقد فيه الحكومة مع المقاولات التي تشتغل على هذا المشروع هو أكتوبر 2013 نتوقع إن شاء الله أن يتم التنفيذ الفعلي لهذا المشروع قبل هذا التاريخ لذلك الحكومة تخذت هذا الإجراء اليوم لكي العملية الاستيراد هذه الأنابيب بالتي لا ننتجها للأسف محليا لا تعرفش واحد التوقف فالحالة التي يسير عليها تقدم هذا المشروع هي جد مرضية وسوف نكون إن شاء الله في المعيد المحدد قبل ما تخرجوا لا تنسوش تابنوا في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو ديروجام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي